أنا أرى وجهة نظر أنا إسلامي أنه لا يا جماعة البيز أو الأساس أن الدنيا كويسة جدا والراجل كويس جدا وهير ولكن قد يكون أخطئ قد يكون أخطئ طب إيه رأيك كابتن إسلام نخش في الأرقام شوية؟ ياريت دي برضو هاتش بذلت على الأرقام على طول لا خلي بالك الأرقام أكشف الأرقام بتكشف صحيح الأرقام يا جلبرتو من حسن الطالع في مؤسسات النادي الأهلي أنه دايما طبعا مع هذا العلم اللي بيبين قد صحفي بيشتغل على الرقم هو الإدارة بقى لما الرجل يكون التشكيلة الدستة اللي معاه فيها كل الحاجات يعني فيها محلي وقري ودولي عشان ما حدش يقول إيه أصله هو الدور يا عم ما لازم يكسب أصله يا أفريق يا عم سهلة فلازم يكسب أصله هو كاس العلم للأنديها جماعة فلازم يكسب يوم سبحان الله عشان جهد الناس مع الأخطاء والأغلبة أنا بقول عند اللاعبين مش عند أي حد تاني وانكسر لهم الشماعات النهاردة من غير ما يزعلوا مننا لكن في نفس الوقت سبحان الله تلاقي كل التشكيلة هتبيانها طبعا الأرقام أنت هتروح فين بقى من كل البطولات اللي خدها مش لعب فيها أداء كوي بالضبط أنا عاملين زي مقارنة كده ما بين أول 13 ماتش ما يعني أننا خلاص فيه توقف الموسم اللي فات مع كولر من نبتدى معنا الموسم وأول 13 ماتش الموسم ده هتلاقي أن الأرقام على فكرة مش بعيد أوكي يعني كنسب أرقام مش حتى بابعيدة بالضبط لو مثلا السنة دي في أول المشكلة الوحيدة هي النتائج النتائج هي اللي بلنا أخذها واحدة واحدة الفوز سبعة من 13 السنة اللي فاتت كان عشر طبعا دي بتفرق التعادل اللي حم تعدين 4 ماتشات نتعادلين لا نحن نتكلم ده كل ماتشات دولي حتى بمباراة امبي اللي هي الموسم اللي فات تعادلنا 4 ماتشات السنة اللي فاتت تعادلنا 3 ماتشات كانوا بالنسبة التعادل دولي كانوا في الدوري خسرنا مباراتين السنة دي لدي مبارات اتحاد العاصمة ومبارات سانداونز السنة اللي فاتت في أول 13 مباراة ما خسرناه بس انت أنا كنت برضو أتمنى مع الفارق يا كابتان اياسي فيها ان انت التلتاشر مباراة دولي أغلبهم كان دوري ممتاز لكن انت دخل عندك أربع ماتشات دوري أفريقي وماتش سوبر واحدة واحدة السنة اللي فاتت كان فيه ماتشين دوري أبطال أفريقيا اللي هم الاتحاد المنسي اللي هم اللي انت عوضتهم هنا بالبني الأسيوب ساند جورج في مباراة سوبر مصري قدام نادي الزمالك كنت تكسبتها فتسالة اللي فاتت الفارق إيه انت بلعبتش دوري سوبر ولا كان سوبر أفريقيا بس لعبت سوبر مصري وكسبته في نفس التوقيت ده السنة اللي فاتت كان فيه مشكلة الناس بتتكلم فيها لأن النادي الآلي كان تعادل مع سراميكا وتعادل مع أنا بقولك ليا عيمن عساسة قالت الرجل في مؤتمر الصحفي في موتش سراميكا قلت له كوتش ايه الفرق بين الأهلي مع مرسيل كولر الموسم اللي فاتت بدايته وابدايت اللي قال لي أنا أقولك رد الراجل قال لي أنا لعبت السنة دي اختلاف يعني لعبت سوبر وكديتي وده رتم عالي جدا غير رتم الدوري لعبت أربع مطشات في الدورة أفريقي غير إن أنا الدوري كنت بقدر ألعب مستوات أقل فبعمل روتاشن فبغالب المستوات أصعب السنة دي مع شكاب ولا كابت هاي برضو الأرقام قريبة مع مختلف سجلنا كام سجلنا 25 هدف أكتر من السنة الموسم الحالي الموسم 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 23 هدف هتا بتكلم الموسم الحالي أنت استغلت هاي نسبة الهدف المتوقعة واحدة لكن تهدفيا في فرق جنين برضو قريبين الهدف المستقبلة ودي اللي كان أزمتها في النتائج لأن كمان برضو مستوى الأندية اللي انت لعبتها يعتبر أقوى السنة اللي فاتت استقبلنا 9 أو السنة اللي فاتت كان خمسة في نفس عدد الماتشات ونتكلم في نفس الأهداف المتوقعة بالنسبة لك يا واحد بس مع الاختلاف أن السنة دي واضح جدا أن أنت عدد الماتشات اللي دخل فيك 9 هدف من 13 تقريبا كل ماتش بيخش فيك هدف ده نسبة كبيرة لأنه دي الألف بدايته بتأثر عليه في النتائج هاي دي اللي تسببت أنت خسرت ماتشين وتعدلت في الدوري أو تعادلت عمومة 4 ماتشات منهم 3 في بطولة إنت خرجت منها وما قدرتش أن أنت تكمل النهائي الفرص المهدرة برضو هي نسبة قريبة دقة المحاولات على المرمى السنة اللي فاتت السنة دي عفة 34 في المية السنة اللي فاتت 37 في المية ولكن برضو المحاولات الصحية تلاقيها قريبة طيب الفوز بالكرة هنا دي اللي ممكن نبتدي نعلق عليها الفوز وخسارة الكرة اللي دي برضو بتتعلق فيها جزء بدني فيها جزء تركيز السنة دي الرقمين أقل من السنة اللي فاتت بشكل واضح في الانزارات يا واحد طيب الأرقام دي دلالتها ايه احنا ممكن نقول إن ممكن لو إحنا قاعدين كده لو إحنا ناس بقى زي ما أستاذ عسام شلتوت كده بمغردين بس ما مش حرفينا نقوم ماليني الأرقام الأهل السنة اللي فاتت قريبة للسنة دي الناس اللي بتقول فيه المشاكل دي لا ماكيش مشاكل وحاتنا زيل فول لا السنة دي اللي واضح إن احنا عندنا قزم التركيز في الحتة الدفاعية أنا أنا يعني برضو معلش عشان الحتة الدفاعية دي ويمكن الكابتن حشيش يرد علي فيها دي إنه الحتة الدفاعية دي مش معناها الخمسة ولا السنة الأربعة المدافعية لا لا الفريق كل ما المنظومة الدفاعية تعني الحداثة الحداثة أقول لك ابتحشيش حاجة تانية يعني دي حاجة عنا ما كتبنا بش كل حاجة بنكتب يعني مثلا السنة اللي فاتت النادي الأهل جاب 23 جنفة 13 مباراة نسبة توزيحهم على الإربع بتاعت المباراة متساوية يعني مثلا الربع الأول الأهلي جاب 4 أهداف الربع التانية 4 أهداف في كل المطشط دي السنة دي النادي الأهلي مثلا الشوت الأول أول نص ساعة في الشوت الأول نسب أهدافه أقلب كتير يجي بعد كده تزيد في الربع الأخير في الشوت الأول تقل مع بداية الربع الأولاني في الشوت الثاني تزيد بنسبة في الربع الأخيرة في الشوت عكس السنة اللي فاتت كدت كلها تحس أن أنت في أي وقت في المباراة تقدر تسجل في هنا واضح ان مشكلتنا عندنا مشكلتين مشكلة تتعلق ان انا لسه فرقتنا جهزيتها مش مية في المية او 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 ايه او خليني اروتش اه او رجت نظر خليني بقى ايسا اتكلم فيها انا اعامل اتكلم بس في حد الارقام